طيب هنروح للتحاد السلة زي ما احنا اتكلمنا عن اتحاد الطيران هو مدي 3 اصابات كورونا في الفريق يأجل المطش التحاد السلة لك لا تأجيل للمطشاط المطشاط هتتلاقي بتتلعب وجعل مسئولية سلامة اللاعبين ده طبعا بيان اجتماع مجلس دارة التحاد السلة وجعل مسئولية سلامة اللاعبين للاندية وان النادي ملزم بتقديم شهادة قبل المباراة بسلامة لعبيه وجهاز الفني وتحت طبعا اشراف النادي نفسه والجهاز الطبي نفسه ويعتمدها اللجنة الطبية في الاتحاد فوقلك انه اي عدد من الاصابات انا مش هأجل المطش اللي عنده كورونا يطلع من 18 سنة من 20 سنة وعندك المفتوح يعني ايه يعني ممكن تستعين ب12 لعب اللي بلعبه ال12 لعب يبقوا من 20 سنة كل اتحاده ليه سياسته ولكن يعني يمكن اتحاد السلة او القرار ده يمكن غريب شوية مش مع كل الاتحادات ولكن كل اتحاد ليه سياسته وتحترم والنادي الاهلي اول الملتزمين طبعا بيه لوايح وقوانين الاتحادات كلها اللي بتتبعت على طبعا انا بس عندي ملاحظة صغيرة هو توقيتها يعني كان مفروض الكلام ده يبقى قبل انطلاق الموسم خالص يعني بس انا يعني انا ما عنديش مشكلة اي حاجة تقال او اي حاجة تعتمد احنا ملتزمين بيها طبعا واكيد نادي الاهلي بيكون اكتر لانديالتزاما ولكن يعني كان مفروض تبقى قدري شوية يمكن قبل انطلاق الموسم عشان حتى الاندية تبقى عارفة هي تعمل ايه انما دلوقتي انا عندي مشكلة الشهر ده والكلام ده موجود ولكن يعني وضع طبيعي وضع استثنائي وقد يعني نقط ونصيب كلنا مش بس يعني المسؤولين عن اللعبات ولكن احنا نفسنا قد نقط ونصيب في هذه الظروف الاستثنائية